اسرائيل تستمر في تصعيدها ضد ايران وهذه المرة اقرت ميزانية تسليحية مخصصة فقط لمواجهة ايران في الامور العسكرية وطبعا اللي صار هو يوم امس اعلنه الاسرائيليين عن عملية اقرار 1.5 مليار دولار مليار ونص دولار قررتها اسرائيل من اجل مواجهة البرنامج النووية الايراني وكل المفاعلات النووية الايرانية فقط لا يروح دولار يمينا ولا يذهب شمالا الا في مواجهة المفاعلات النووية طبعا الايرانية بالنسبة للاسرائيليين وجزء من الموضوع اللي نشار في هذا التقرير الذي اهتمت فيه تايمز اف اسرائيل هو من اجل تطوير الطائرات اف خمسة وثلاثين اف ففتين وغيرها وكذلك الطائرات المسيرة من اجل المسائل التجسسية وقد تكون حتى المسائل القاصفة للطائرات المسيرة بالاضافة الى ذلك طبعا كما ذكروا لأسلحة وصواريخ نادرة اي ما تمتلكها ولا يمتلكها اي جيش في العالم الا جيوش قليلة وهذا قد يؤشر الى امتلاك فقط الولايات المتحدة الامريكية لطبيعة هذه الصواريخ ونحن هنا نتحدث عن قنابل تذهب وتستهدف المنشآت النووية الايرانية التي هي طبعا موجودة تحت الارض مهمة كبيرة جدا ومهمة صعبة جدا في مواجهة هذه المنشآت الامر ليس بالسهل كما حدث مع مفاعل تموز في السابق مع النظام العراقي السابق خاصة المثير بان هذه الميزانية اللي يعلن عنها الاسرائيليين هي تأتي بعد خمسة ايام فقط من اعلان الولايات المتحدة الامريكية وصحيفة ستارز ان سترايفز المقربة من الجيش الامريكي بنجاح عملية استخدام واختبار واحدة من اكبر واخطر واثقل القنابل اللي تمتلكها الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة وطبعا هذه القنبلة اذا ما اقتربنا من عدها هذه القنبلة اسمها جي بيو 72 واللي سموها قنبلة مخترق القبو وهذه طبعا قنبلة جديدة للغاية ثقيلة للغاية وليس من السهل حاملها باي طائرة وهذه طبعا واحدة من اللقطات للعملية والتجارب اللي سوها التجربة الناجحة اللي اعلن عنها طبعا الجيش الامريكي قبل ستة ايام من اليوم وهذه تفاصيلها حتى نعرفها انه اللي استخدموا في هذه العملية استخدموا طائرات الافخ مستعش والافخ مستعش المعروف عنها بانه تقدر فقط تشيل تسعمية وسبعة كيلو من الذخائر والصواريخ والقنابل هذه امكانية الافخ مستعش وهذه القنبلة اللي نتحدث عنها اللي هي جي بيو 72 هي يعني وزنها وحدها هذه القنبلة 2267 كيلو وزن هائل جدا ولكن مع ذلك الجيش الامريكي الان نجح في عملية اعطاء الامكانية لهذه الطائرة الافخ مستعش من ان تحمل هذه القنبلة وشالتها طبعا من على ارتفاع 35 الف قدم يعني قاعدين نحن ندحش تقريبا على 10.5 اكثر من 10.5 كيلو متر ضربة هذه القنبلة طبعا مباشرة الى تحت الارض ونجحت وطبعا هذا واضح بانه الافخ مستعش برفعها لهذه القنبلة الان اصبح ممكن جدا تدمير المنشآت النووية الايرانية اللي موجودة تحت الارض او اي منشآت نووية في اي مكان اخر ولكن الايرانيين يجب ان لا ننسى بان لديهم منظومات الاسلاثمية الروسية وهذه الاسلاثمية ممكن جدا ان تشكل تحدي واضح الى طائرات الافخ مستعش وراداراتها تستطيع ان تضبط طائرات الافخ مستعش وهي تطير من مسافات بعيدة ولكن تأريخيا الاسلاثمية لم تسقط اي من طائرات الافخ مستعش ولكن هل هذا يعني بينما ممكن ان يتشكل الى تحدي ممكن ان تشكل لها تحدي بحسب العديد من الخبراء العسكريين حول هذا الموضوع وهنا الذهن يذهب مباشرة الى طائرات الافخمسة وثلاثين طائرات الشبح اللي الاسلاثمية ما تقدر تضبطها نهائيا فقط الاسلاثمية اللي ممكن ان تشكل الى تحدي ليس هناك اثبات ولكن الاسلاثمية هي الوحيدة اللي ممكن تجمع معلومات على طائرات طبعا وطائرة الافخمسة وثلاثين وهنا السؤال المطروح هل ان هذه القنبلة جديدة بهذا الوزن الثقيل اللي دا نحكي عنه 2267 كيلو ممكن للأفخمسة وثلاثين ان تحمل هذا الامر ليس واضحا لان هناك قنبلة اخرى اسمها جي بيو سبعة وخمسين معروفة لدي الكثيرين من قبل ثلاثة سنوات او حتى اكثر سووا عليها اختبارات لا الافخمسة وثلاثين تقدر تشيلها ولا الافخمسة وثلاثين طبعا فقط طائرات اسمها بي تو والبي ففتي تو هي اللي تقدر تحملها واسرائيل لا تمتلك هاتين الطائرتين ولكن اسرائيل تمتلك الافخمسة وثلاثين اذا تمكنوا من ذلك او ممكن انهم تمكنوا من ذلك بشكل سري ممكن جدا ان تكون هذا هو الخطر الاكبر على ايران وهاي بالنسبة للقنبلة طبعا لقطة اخرى يعني من طبيعة الاسقاط لطبيعة التجارب لجيش الامريكي التي تمت لهذه القنبلة جي بيو 72 واضح جدا بانها اخترقت بنجاح وهذه هي الصورة طبعا اللي انشرها الجيش الامريكي وتحديدا بصحيفة ستارز ان ستريبس وهذه طبعا التجارب كلها صارت في ولاية فلوريدا الامريكية هذه الولايات المتحدة الامريكية في ولاية فلوريدا تحديدا غرب ولاية فلوريدا في هذه القاعدة اللي هي قاعدة ايغلين الجوية صارت عملية تجارب السؤال هنا الذي يطرح هل ادارة بايدن مستعدة ان تسلم هذه القنبلة لاسرائيل وتخاطر في القضايا الدبلوماسية التي تبحث عنها مع الايرانيين ممكن جدا والتاريخ بالذلك وحتى معلومات جديدة عن هذا الموضوع هذه القنبلة اللي هي اسمها جي بيو 28 هذه نوعا ما قديمة مقارنة بالقناة والقنبلة التي نتحدث عنها اليوم هذه القنبلة استخدموها اصلا في عاصفة الصحراء في عام 1991 ضد العراق وايضا استخدموها في عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة الامريكية العراق وهذه القنبلة سلموها سرا وبشكل سري باعوها الى اسرائيل في عام 2009 وهذا اللي كشفته الـ Time of Israel مع قضية اقرار البجت والميزانية الاسرائيلية فاشوف شنو اللي قالوا هنا تم بيع قنبلة خارقة للتحصينات اصغر حجما جي بيو 28 يقصدون اصغر حجما من الجي بيو 72 التي نتحدث عنها سرا الى اسرائيل في عام 2009 على الرغم من انه لا يعتقد ان لديها القدرة على اختراق منشئة فوردو النووية الايرانية كان هذا هو الغرض استهداف منشئة فوردو لكن الكثير يعتقد بانها لن تؤدي الغرض ولكن جي بيو 72 تختلف تماما وهنا نقطة اخرى مهمة جدا عن طبيعة هذه التجارب الامريكية اللي صارت ايضا كشفتها Time of Israel ان التجارب الامريكية صارت على اساس التجربة الاسرائيلية مؤخرا في غزة شوف شنو اللي قالتها هنا الاختبار الامريكي استند الى الخبرة التي اكتسبتها اسرائيل في قصفها لشبكة انفاق حماس تحت الارض في غزة خلال حرب ايار الماضي فواضح الميزانية مع القنبلة مع طبيعة التجارب مع طبيعة وصف هذه القنبلة واضح جدا باننا قد نكون هنا امام الصفقة لتسليم هذه القنبلة الى اسرائيل كل العوامل لتسليم هذه القنبلة الى اسرائيل موجودة علنا او حتى على المستوى السري وهنا طبعا تفتح قضية مهمة جدا ايضا يجب ان ننتبه اليها هي جانب الايراني بغض النظر عن النظام الايراني هل الشعب الايراني راضي على طبيعة ما يحدث من خطر الان ومن هذه القنابل التي تتطور مع الهجمات السبرانية وغيرها هل هم راضون طبعا هناك مركز اسمه ايران بول وهو موجود مركزه في تورنتو ايران بول سوى دراسة وسأل الشعب الايراني من يوم 38 الى يوم 99 عن قضايا واستطلاع انه شن رأيكم في السياسات الخارجية التي نتبعها ضد الولايات المتحدة الامريكية والعالم في القضايا النووية وغيرها وحتى بالامور الاقتصادية وفي سؤال مهم جدا هل لازم احنا نقدم تنازلات الى العالم لنتفادى هذا الخطر اللي موجود شوف اجابة الشعب الايراني المثيرة للغاية الشعب الايراني هنا بحسب هذه الدراسة 73% منهم يعتقدون بانه لازم ما يقدمون اي تنازلات لازم ما نقدم لا للولايات المتحدة الامريكية ولا لدول العالم لان هناك انعدام ثقة مع هذه الدول ممكن نقدم تنازلات الان وممكن يغدرون بنا وينسحبون من الاتفاقية النووية او يضرون بايران بحسب هذه الدراسة ولكن الفورين افيرز الامريكية حقيقة قبل ثلاثة ايام هي تحدثت وحذرت ايران من الوصول الى القنبلة النووية لانه اذا وصلت الى القنبلة النووية لاي سبب كان او خصبت بمستوى 90% فلن يكون هناك اي مكسب استراتيجي بالنسبة لالايرانيين بل انهم حتى ما راح يقدرون يصيروا مثل كوريا الشمالية لانه تاريخ ايران يختلف عن كوريا الشمالية كوريا الشمالية ليس هناك ثورات او غيرها ولكن حقيقة ايران فيها ثورات كثيرة وانقلابات كثيرة وعلى هذا الاساس طبعا ايران في خطر كبير للغاية في هذه القضية وفي قضية الحصار اللي ممكن تتعرضها والضغط اللي ممكن تتعرضها او حتى استخدام لهذه القنبلة التي نتحدث عنها اليوم اشتركوا في القناة